السلام عليكم شيف والد إن شاء الله تكونوا كامل في صحة جيدة رجلت لكم اليوم فيديو جديد فيديو قصير تقدروا كامل ديره في رمضان الكريم اللي هي الشربات الشربات الأصلية تالي ديروها زمان بالشربات دوكتوفوا معي كيف نديرها هذه الشربات تجي بزف 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 بنينا إن شاء الله سنكون شاهدكم في الجنة هنا يا الشربات هذه شوفوا القاوة متحك في شيدي حاجة بزف شربة تبعوا معي المقادر أول حاجة كما رأيكم تشوفوا معي ونحن نقلل بزمالنا نقلل شربات نأخذ حوالي ري ثلاثة علماء وعندي كاس صعر لحوالي 200 سكر معمر بزف شكور هذا أسرع نحوله برق زملائيق أكل هنا ندير ذلك ري ثلاثة علماء لديه ميزان يدير ري ثلاثة علماء وتعنيك 200 سكر ليس لديه ميزان يدير كاس نحوله برق زملائيق أكل تذكر ونحوله بزف شكور نديرهم فوق النار حتى يجيبون الغلية غير ما يبدأ يغلي نحسب لهم 10 دقايق ونطفو لهم من جهة أخرى نحكم كاستها لما كما راكم تشوفوا قلت لكم حاجة بزاق بسيطة نزل نضيفوها هذاك مبشور حبة العيمون هنا يلازم ديروه مبشور حبة العيمون ونضيفوه فوق النار تانيك ونخلوه يغلي غير ما يبدأ يغلي نحسبوله سامينة ونطفيوله ذوك هنا هذيك الشربات يبدأ تغلي نحسب لها 10 دقايق ونطفيلها قلت لكم بزاف بزاف هذي طريقة سهلة ونزل نشوفو هذاك مبشور العيمون نحسب له خمس دقايق ونطفيله قلت لكم اي حاجة ما تقدروش ما تديروه هذي شربات لازم تسييوها وتقولوليك في اجدادكم او ان نحكم هذك ازاق سيطرون اللي غليتو ديجا هذك مبشور العيمون نصفيه هنا في ويعا كما راكم تشوفوا لازم تصفيوه بش نحيوه نزل نحكموه هذيك الشربات هاي سخونة نزل نديرها فوقوه هكذا كما راكم تشوفوه نبيها واسمها شربات شغل لازم نطيبوه شربات هي دي الوصفة الاصلية تشربات هكذا سيوها وتشوفو الدوقت حك فش يجي عصرت كاس تاع ليمون عصر ليمون عصرت حوالي كاس جونينوش حبات ونصتع ليمون هكذاك عصرتها مجانيه نزيد حوالي نصف ملعقة قهوة اصيد سيتريك بهاو يتبع اصيد سيتريك في المحلات دير وغنس ملاقة اكلام ديروش بزا ماشي ملح نزيدو هنا على جلاس يديتي دا ما كان ندير ربطة نانع تكون مقطع ملح عشيوها ملح ديك النانع قد ما تكون مقطع ملح رح تجيكم الدوق بزا في ملح وجي ذاك الفريشر تاع لقويه تاع الشربات ملح هنان نزيدو شوية تاع لكسخي تاع واسمو تاع تاع ليمون ونحركو بيان دوك المكونات وش ندير نحكم بابييفيل نخلط بيان دوك المكونات بابييفيل نضح في تلاجة تروبوزيلي حوالي 4 سوايا حتى 5 سوايا باش هدك النعناع يتلق لي كامل بالنتاعو باسكوا لاش مع الاخر رح نصفي كلش ونزيد له المظهر ونضيف له اضافات وحده اخرى المهم انتو ما ديروها كبابييفيل وديرو في تلاجة انا هنا يا بعد ما جالس لي 4 سوايا كانت بردت لي ملح هي قد ما تبرد ملح قد ما تجيكم ملح هدك النعناع تلق كامل روحه في هدك خالد نحكم صفايا ونصفي كلش حبيتنا عود نرجع لكم هنا غي سي بيون ترانسبارون مش تشوفوا مع خرم من هدك غي سي بيون تال اينوكس شوفوا رجعت كلش اللي هنا نحكم حوالي زج ملاعق اكل تالحلي بيكون بارد قلت لكم بززاف حاجة بسيطة ونضيف حوالي 4 ملاعق اكل تعم ازهر 1 زوج 3 4 4 ملاعق اكل تعم ازهر وهنايا نضرب كلش براميكسر هنا لازم نضرب كلش براميكسر باش الخالد تاعكم يديلكم الرغوة شغل اللي يديلكم هدك الرغوة الفوقانية شوفوا هنايا كيف شراء دوك تشوفوا معايا في طبق تقدير فوالة هنا يا شربتها يا راهي واجدة تقدم بارده قلت لكم فيديو دا بززاف قصير هاكذا باش منطولش عليكم جربوها وخلو لي تعليقات حيكم كتجربوها انا هنا يا ناني وصلت للاخل فيديو ما بقى عليها غير نقول لكم اه اتهله بالزافر وحديكم وان شاء الله نتلاقاه في وصفات اخرى نبقى على الاخر ترجمة نانسي قنقر شكرا